اشتركوا في القناة وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الأهمية التي يشكلها الاستثمار في قطاع السياحة باعتباره قطاعا واعدا ومجالا رحبا للتعاون الدولي لافتا سموه إلى حرص البحرين على تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما فيها ما يتعلق بالاستثمار والتنمية الاقتصادية والسياحية من خلال القطاع الخاص في البلدين وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تدعم كل الجهود التي تشجع على الاستثمار في مملكة البحرين بما وفرته من تشريعات وتسهيلات وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص مملكة البحرين لتوسيع مجالات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة والبناء على ما يجمع بين البلدين من احترام كبير ورغبة متبادلة في تنمية مجالات التعاون المشترك وشيرا سموه إلى أن فرص التعاون بين البلدين صديقين عديدة وهناك فرص واعدة يمكن الاستفادة منها في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جانبها عبرت سعادة سيدة بنسيهو عن شكرها وتقديرها للجهود المتواصلة التي يبدلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة